الحاجات اللي بقى السهلة تعمليها اول بول اول بول اكل بس الموعين ليه؟ الموعين لو تكومت يا رب الموعين تموت يا رب الموعين تموت يقوله كده يا رب الموعين تموت ايه السهل فيها؟ ان انا بعد كل اكل على طول تلات اربعة اطباق اجيب عيل تعال حبيب بس في الصيف عشان انا حيبهدلوا حيخسلوا نفسهم وهدومهم والدنيا كلها مخسولة معهم هيتعودوا لو هم صغيرين يا دي الطبق يناولك حد ينشف حد يحط حلو جد الاطفال اللي في البيت وكركبة بتاعت كل شوية دي نتعان ادي الركنة وبتتجاب والله يا اما يا عايس بلاش هاتي السلو تب وعملي ركنة للاطفال كده عشان الكركبة اللي هم فيه ده مسحي لكم حطوا اللعب هنا اعملوا هنا وكل واحد يحط اللعب في الصندوق بتاعها بعد ما يخلصوا ما اول بول ليه؟ عشان ما نلاقيش لعبة هنا ولاقي واحد رجله قسرت عشان مش عارفة حصل ايه والشربات معرفش خدوها حطوها فين حاجات اللي بتحصلين طول ما ايدك في البيت بسهولة كده وبسرعة وورا بعضيها هتلاقي الدنيا بقت سهلة شغل البيت كله لو رتبناه من غير المطبخ مش هيكمل ساعة لو بالمطبخ هيبقى يعني بتاع ساعة ونص ساعتين لاروب بس الرقم اربعة نظافة الشخصية بقى نظافة الشخصية يعني البيت نظيف وزي الفل وانتي ما شاء الله لابسة جلابية فتكات والجريبية اللي ما بتتقلعش ولابسة معرفش ايه ولا شعرك عامل زي ولا ربطة ايه لا يعني خلي ما تخلصي شغل البيت خودي وقت مع نفسك العناية بنفسك ادي تشاور المسكات ايه موضوع الضوافر مثلا والكلام ده اللي بتتأذي البر فانتك كريمات الترتيب يا ستخة ما فيش ما فيش وتقولك بتتكلمه فوقها ما فيش فلوس قال لينا اقول تعملي ايه قطيب الطيب الماء وهاتي زيت الزيتون وحط عليه زيت اللافندر ولا رايحان ولا بتاعه سهل جدا ودع ربن زيت الزيتون بسي اللي عايزة تفضلي شابة زيت الزيتون للرموش زيت الزيتون للشعر زيت الزيتون للبشرة زيت الزيتون تمام كده اهم حاجة انك انت تحس ان فعلا انا بتنظيف وانت نظيفة حتى اللي ييجي الاولاد ولا البنات يشوفوا ومنا شعرها متسرح ومنا شكلها حل واهدس سر رقم خمسة المكافأة بقى عملنا وانجزنا بقى وبتاع الشاي بتاعك الزريب بالنعناع القهوة ولا اللي سفيريس ومين اللي انت عايزات عايزة تشوفي حاجة مفيدة تقود بقى مسك الكتاب بتاعك وقاعدة كافئ نفسك المكافأة بتدي احساس للموقع انه هو يفرز هرمونات السعادة كلها وده شيء طيب احساس السعادة لان انا كافئ نفسي بشغل اللي انه عملته والكلام ده اه اكتب ورقة لزوجي ابعت له رسالة طيب مش هيشوفها طبعا لكن يعني اهو اسمك عملت حاجة المهم انك انت تعملي حاس ان انا عاملة انجاز انا عايزةكي بعد كده تحب الانجاز اللي انت عملتين وما تستصغرهوش وما تقولوش معادي ما الناس كلها بتعملوا لأ حبي حبي الانجاز لانك انجزتي وكتبتي وخدتي وقت حلو قوي الكلام ده اه وزعي المهام اللي صحيح عايزة اسألك قبل الحلقة ما تخلص هو زوجك فين من القصة دي بيشارك ومقدر وبيشكر وبيساعد ولا لأ معشان لو عملت كل الكلام ده ويجي في الاخر كلمة وانت بتعملي ايه طب لو قال اه اقولك بقى على الجمان لا نريده منكم جزاء ولا شكر بتعملي لنفسك والله سبحانه وتعالى في الرعية اللي تسألي عنه يا ربي جعلكوا دايما خير الزوجات ويرزقكم السحة والعافية وتبقي فعلا زوجة شطرة ونصحة ونظيفة ومقدية مهامك وعندك وقت لنفسك دمتم بخير وعافية اللهم امين سبحانك الله وبحمدك اشهد وان لا اله الا انت استغفرك واتوب وليك